الأحماض الدهنية إحدى مكونات الدهون والتي يحتاج إليها الجسم حيث تختص بالعديد من الوظائف مثل تزويد الجسم بالطاقة والمساعدة على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون فهي عبارة عن أحماض عضوية أليفاتية ذات سلسلة هيدروكربونية طويلة أحادية الكربوكسيل لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية غير القطبية يمكن تقسيم الأحماض الدهنية عادة حسب الصيغة الكيميائية لها وعدد ذرات الكربون وطول السلسلة وكذلك درجة إشباعها بذرات الهيدروجين أو عدم إشباعها إلى قسمين وهما أولا الأحماض الدهنية المشبعة وهي أحماض دهنية تكون فيها جميع ذرات الكربون مشبعة بالهيدروجين وتكون صيغتها العامة CH3-CH2-NCOOH حيث تكون أن محصورة بين 12 في الأحماض القصيرة وأكبر من 11 في الأحماض الدهنية ذات السلسلة الطويلة وتمتاز بعدم تجمدها في درجة الحرارة العادية بعكس الدهون غير المشبعة ويمكن الحصول عليها من مصادر متعددة أغلبها حيوانية مثل اللحوم الحمراء، الحليب كامل الدسم ومشتقاته، البيض، زيت جوز الهند والزبدة ثانيا الأحماض الدهنية غير المشبعة والتي تشبه في تركيبها الكيميائي الحمض الدهنية المشبعة باستثناء أن ذرة الكربون واحدة على الأقل في منتصف السلسلة الكربونية ترتبط بذرة هيدروجين واحدة وتنقسم إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية وهي أحماض دهنية تحتوي على رابطة ثنائية وحيدة توجد غالباً بين الكربون C9 و C10 ويمكن الحصول عليها من مصادر نباتية كزيوت الأنواع المختلفة من النباتات ومنها زيت الفول السوداني، زيت الزيتون، الأفوكادو والمكسرات الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة وهي أحماض دهنية تحتوي على رابطتين ثنائيتين على الأقل حيث تكون الأولى غالباً بين الكربون C9 و C10 ويمكن الحصول عليها من مصادر نباتية مثل الزيوت فضلاً عن الأسماك مثل السلمون والتونة وغيرها ترجمة نانسي قنقر